اشتركوا في القناة وقاله عدد كبير من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها موقع التدونات القصيرة تويتر وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وزعم العديد من الأشخاص مؤكدين خبر وفاة السوديس وفي هذا التقرير ننشر إليكم حقيقة الخبر حقيقة الخبر لم يعلق أي مسؤول في المملكة العربية السعودية أو مجل الشؤون المسجد الحرام والمسجد النبو عن خبر وفاة السوديس وحقيقة خبر وفاة السوديس غير صحيح وهو إشاعة وخبر كاذب وعاري عن الصحة